بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان احنا عندنا تغيرات كتيرة حصلت في حياتنا ومع التغيرات دي بقى في بعض الجلساء بقوا مهمين عارف حضارك كده زي ما يبقى تيجي وزارة كده تبقى في وزارة سيادية بسبب الظرف اللي احنا فيه كذلك فيه جلساء بيبقوا جلساء سياديين ليه بيبقى جلس جلس سيادي كده يعني ايه سيادي بنصرف فيه اكثر الموارد ونهتم بيه انا الجليس دي بنتكلم عنه النهاردة ده جليس بيخلينا نشوف حقيقة وجودنا اه ايه ده ده يبدو ان الكلام عن حد مهم وبيخلينا نشوف جمال ما اوضاعه الله سبحانه وتعالى فيه من اسرار والجليس ده بيمنع عننا احساسنا بالفراغ والضياع والشتات وبيخلينا حسين بالثبات على الارض وان احنا عندنا معنى يخلينا عايشين ويعلمنا الاتزان ويخلينا نعيش بالحقيق ونعتز بيها وان احنا لينا مستقبل ولينا احترام ولينا مكانة ولينا كرامة الجليس ده طالما هو موجود احنا حسين بأمان شويتين تلاتة ولما بيضيع مننا بنحيث ان احنا مهانين الجليس ده هو ايه بقى؟ معرفة الهوية والتمسك بيها اه ايه حكاية الهوية دي بقى؟ الهوية جامل ان هو لما الانسان يحب يعرف نفسه فيعرف نفسه كده احنا بنتكلم عن ان احنا نعرف الهوية ونتمسك بيها ايه اللي خلينا نتكلم عن ده؟ لان الهوية دي هي اللي بتشكل بيها كل حاجة بتشكل بيها تفكيرنا ورؤيتنا للحياة وغايتنا واهدفنا واختياراتنا حتى واسلوبنا في الحياة وتعبرنا عن انفسنا ولذلك كان اهل الله دايما يقول ايه من عرف نفسه عرف ربه يبقى ايه اللي حاصل؟ ولزلك حضرت النبي علمنا طول الوقت بهويتنا افلا اكون عبدا شكورة؟ ولزلك لازم الهوية دي تكون موجودة والهوية ببساطة بنتكلم فيها عن مميزاتنا وعن قيامنا وعن اسلوب حياتنا ومرجعيتنا ومعرفتنا باختياراتنا وازاي الاختيارات دي تأسست على ايه وعلى اي صفات فينا وبتتكلم عن مميزاتنا يعني احنا ممكن نتكلم عن الهوية الجسدية فيه هوية للرجل الرجل عارف ان هو رجل ذكر عارف ان هو ذكر والانسة عارف ان هي انسة ده جزء من الهوية وكل واحد يبقى فخور بدا الرجل الذكر سعيد ان هو ذكر والانسة سعيد ان هي انسة دي جزء من الهوية كمان فيه هوية عقلية انا ذكي انا استطيع ان انا افكر ففيه هوية عقلية تتعلق بالمنهج اللي انا بفكر به ففيه هوية عقلية وفيه هوية دينية الهوية الدينية أن أنا معتدل أنا مش متطرف أنا مش متشدد دي هوية هوية دينية وفيه هوية كمان تتعلق بالعرض أنا راجل عزيز النفس محترم ما بتركش قيمي وكمان أنا نجور بستسمر مواردي وراجل حريص دايما على ما ينفعني إيه دا أنت تتكلمنا عن المقصد الخمسة؟ آه يا سيدة بكلمك عن المقصد الخمسة وكمان أنا أكلمك عن المكونات الخمسة للذات اللي هي الجسد والنفس والعقل والقلب والروح فيه هوية تتعلق بالجسد اللي احنا تكلمنا عنه وفيه هوية تتعلق بالنفس وفيه هوية تتعلق كمان بالعقل وفيه هوية تتعلق بالقلب وهوية تتعلق بالروح كل دي اللي احنا بنعرف بيه هوية احنا زمان كنا اقرب شويتين ثلاثة الى اتزان وزمان لما كنا حسين بهويتنا ومتحققين بيها كانت الطيبة عندنا زيادة عند المصريين كانت الطيبة بتجري في علقنا وكمان بتدف شوارعنا وكان كل حاجة بتحكي هويتنا كل حاجة العادات المصرية البديعة اللي احنا حكينا عنها في حلقات التدائن المصري اللي مليانة بحب رسول الله وقبله حب الله سبحانه وتعالى اللي بيتحقق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمنا لحقيقة دينا بسهولة زي الناس لما كنا ندخل ونخطب فنقول الحمد لله رب العالمين فبوسوا قديم وشوا وضهر كأنهم بيحمدوا ربنا على السراء والدراء وزي ما كان عندنا احترام لحقوق الإنسان ما تعلمناش من غيرنا على فكرة احنا لغاية دلوقتي ممكن لو رحت في الجمالية ورحت في الأزر الشريف في طرقات الأزر الشريف تشوف كده حاجة كده مجوف عارف ده بتاع ايه؟ دي مساقل الكلاب احنا احترمنا حقوق الحيوان وده احنا متعلمناش من غيرنا فس احنا نسينا أصلنا نسينا ان احنا سئينا الكلاب وسئينا القطط في الشوارع اقول لكم حاجة احنا سئينا الطيور في السماء تيكيت ابو الدعب دي مكان في تيكيت ابو محمود ابو الدعب ده مكان للغلالة اللي بتاكل فيها الطيور من السماء وحتى في العمارة المعماري عندنا مكانش بيبني وبس مكانش بيزين المباني ده كان بيحط معاني الخشب اللي انتوا شايفينه ده ده شاي المعاني من الجمال والزخارف اللي موجودة على المنابر موجودة على حطان المساجد والجوامع والبيوت كلها مليانة قيم يا سلام وانت بتشوف المشربية والمشربية بتقولك شوف يعني ايه ستر حاجة تخليك تشوف وما تتشافش ايه الجمال ده وحاجة تخليك جمان الستر ازاي يكون مغموس في الجمال هي ده المشربية فكان عندنا خصوصية بتمتزج بالجمال وليه لما بنقول ان الكلام عن الهوية مهم دلوقتي عشان احنا شايفين اولادنا بيتعاملوا مع ايه من وسائل الاعلام المختلفة وده بيأثر في شخصيتهم زي مثلا ما نشوف نلاقيهم بيتفرجوا على الافلام الكارتون الغربية اللي بيتخلي اولادنا يشوفوا اه انا هتكلم بجد انا فكرة مش هازكت يعني هتكلم بجد لانه اللي احنا شايفينه حاجة فوق الوصف احنا عندنا عندنا حاجات وعندنا منصات ما فيش فيلم فيها إلا وبيتكلم عن الشزوز لكن كمان ان ولادنا وهم يتفرجوا على الكارتون كمان يشوفوا القضايا دي يشوفوا قضايا الشزوز وكأنهم بي وكأن احنا بنحاول نعمل تطبيع مع الشزوز ده ممكن يسبب الترباط لأطفالنا ويخليهم مش فاهمين يعني ايه الهوية الجنسية ويخليهم للأسف في أزمات احنا مش مستعد لنا ومش هي دي هويتنا هنلاحظ كمان ان احنا بقى عندنا تراجع في شعورنا بالانتماء للوطن في قلوب أولادنا بقى النشيد وبقى الأغاني وبقى الحاجات اللي تتكلم عن الأرض وتتكلم عن العرض ما بقىش موجود وتعلمنا زمان ان احنا ازاي نحافظ على الأرض وان الأرض عرض ونحفظها حتى بدمنا وشوف فقى اللبس شوف اللبس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ييجي يكلمنا عن اللبس يكلمنا شوية قيم عن اللبس ازاي اللبس بيرتبط بقيمة البساطة والتواضع لكن مايرتبطش بالقبح مايرتبطش بالعري احنا عندنا مشكلة اللبس المقطع اللي احنا شوفنا ده ده حاجة ما بتعبرش عننا حاجات كتيرة جدا 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 ما بتعبرش عن هويتنا احنا محتاجين نراجع تاني هويتنا كل اللي وصفنا ده انا ما بحبش لفظ الصراع الحضاري لكن احنا واضح ان احنا متجاوزين عن هويتنا بعض الناس بيستخدموا تعبير ان احنا منهازمين حضارية فحبش ده بس احنا مش بمفاعلين هويتنا بشكل صراعي فلازم نرجع تاني نرجع نشوف هويتنا ومش هكلمكم عن نواقع ده الخواج لكن هكلمك عنك انت هل انت انت ولا انت حد تاني انت بحس ان انت تاي وحسس ان انت مش قادر تعيش عشان انت مش انت ايه اللي حاصل بتعمل حاجات كتيرة جدا جدا ومش متنسبة لا مع ارضك ولا مع ارضك ولا مع فكرك فانت لازم تراجع تاني نفسك انت حصل لك حالة من حالات التماهي وهو ده اللي كان حضرة النبي قصده بان احنا نمتنع عن التشبه بالاقوام الاخرى يعني ما نتماهاش طب واحد يجي يقول لي طب ما احنا عايزين نستفيد بالعلم ايه واحد تكون تفاكر ان كلامي ده بدي تكلم عن العلم ده جزء من الهوية ان انت تكون تستفيد بالعلم بتاع الاخرين وتستفيد كمان بالتكنولوجيا بل انت تشاركهم فيه انت عشان تشارك لازم تكون عارف انت مين لازم تكون عارف هويتك ولازم تشارك بمكمنات هويتك لكن تنسحب كده زي الاعمى مش هو دوت معنى الانسان الحضاري انسان الحضاري انسان بينطلق من معرفة ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاننا شعوبا وقبائل ليه تعارفوا المعرفة لازم احنا كمان نساهم بالمعرفة ونقدم معرفة حدش يجي يقول لنا ما تقدمش معرفة انت كون مستهلك للمعرفة وبس لا هويتنا هتطلع معرفة ربنا امرنا بتاه لانه امرنا لتعارفوا وإحنا هنتعارف هنطلع معرفة وعنعيش بيها معرفة بتعبر عننا احنا اهملنا معرفتنا باصل من قصولنا وهي اللغة العربية فبقينا عاملين كده زي الحاجة المائعة الحاجة اللي ملعاش طعام مش قدرين نحس بهويتنا برضو عيطلع حد لما نيجي نتكلم ده يقولك يعني انتو مش عايزين نتعلم اللغات استغفو الله العظيم انا في حقيقة يعني ما شفتش حد من الناس اللي تحضروا فرطوا في اخي في لغتهم ولا فرطوا في هويتهم انت عايزنا نفرط في ده ليه عايزنا نيجي زي ما بيقول كده فجاءت بيكلم عن لغة العربية بعد ما مزقت نقولك فجاءك كثوب انضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختلفاتي حاجة ملعاش طعم يا راجل ده احنا كنا طول حياتنا بنقول ان احنا المصريين قدمنا نموذج مبهر للعالم كله جلنا المحتل واحنا اللي لعبنا في لغته مش هو اللي بوزننا لغتنا وجايين بقى أرخص الأتمان الآن نفرط في لغتنا وده برضو حاجة تخلي الانسان برضو في بلادة محت وضعت ثقافتها لان لغتها ضعت لما جالها المحتل واحنا دلوقتي بنبيع لغتنا برخص ده برضو حاجة لازم تكون قدامنا مش عشان ناخد العلم من مصدره يبقى نعمل ايه يبقى نترك لغتنا وبعضنا بيقبل على اللغات فعلا من باب التعلم بس بيغفل على انه يرسخ في أولاده وكمان يزرع في أولاده وحب اللغة العربية انه هما يتربوا عليه لان اللغة دي تجزء من هويته من لغة الأم حتى هما بيسموها اللغة الأم ليه لانها بتقوم بدور زي ما بتقوم بي دور الأم انها بتعرفه انت مين بتعلمه القيم بتعلمه الأخلاق وده معناه ان انا بقول ان اللغات الأخرى بتعلم أهلها القيم والأخلاق وبتقربهم وخاصة اللغة العربية اللغة العربية من اللغات اللي بيصنفوها في الأمم المتحدة على ان هي لغة مقدسة لانها مرتبطة بكتاب مقدس يبقى احنا لازم نعرف المسألة دي وان اللغة هي سبب الانتشار الأفكار وعشان كده لازم نتمسك باللغة العربية لان على فكرة التفريط في اللغة العربية اولوكم مفاجأة من دراساتي وابحاثي فيما يتعلق بالتطرف على فكرة التفريط في اللغة العربية كان أهم أسباب التطرف يعارف ليه؟ لان المتطرفين عارفين ان اللغة العربية فيها حاجة اسمها حقيقة ومجاز وهم مش قادرين ان يفهموا عمق الدين فمنعوا المجاز عشان ما يمشوش بالعمق ده عشان يخلوا الدين مسطح ولذلك تلت صفات للعرب بهويته والمتحقق بيها ان هو بصير فهو بصير بحقيقته وبأصله وبموطنه وبدينه وبلغته منفتح بالتزان ومنفتح على الكل ولكن بالتزان منفتح ينتفع وينفع ولا ينمحي ولا يذوب ايه ده؟ ده عاقل ده ده الحياة كلها محتاجين وفي نفس الوقت ايه؟ منتج بابداع ورشد هو متمسك بباويته وبينتج ينتج ويبدع بماذا؟ برشد انا عايز اسألكم سؤال مش لغاية دلوقتي بيجي الناس اللي ما بيجوا يزورونا هنا في مصر ينبهروا باللي عملوا اجدادنا الفرعنة عشان عملوا حاجة مختلفة بتعبر عن هويته وبينبهروا بكمان بالاثار اللي عملها المسلمين كمان عشان ده جزء من هويتنا احنا هويتنا مليانة تفاصيل عارفوا هويتنا عاملة زي ايه؟ عاملة كده زي الفرسافيسات عاملة زي الاشياء المغزولة الهند ميت مليانة جمال فكل ما هنرجع لهويتنا كل ما هنقدر ننضيف لغيرنا شعور الانسان بضيع هويته بيسبب له شعور بالفراغ وانه هو ملوش ايمة فلازم يراجع الانسان هويته عشان ما يتهش لان الدراسات بتقول ان الافراد اللي فاهمين هويتهم بيكون عندهم قدرة وعندهم ثقة بالنفس يقدروا يعملوا انتاج ده غير مشتتين اللي هويتهم ضيعة بيكون عندهم قدر من البلادة والاستهتار وبيكونوا منعزلين ومليانين حزن وكآبة عارفين اللي هوية لما بتاعتنا لما ضاعت عملنا ايه؟ بينا كائبين وفقدنا اهم سمة من سمات الشخصية المصرية الفرح حتى في الدين على فكرة احنا كان المصريين احلى حاجة في تدينه من اللي هو تدين فرح لدرجة اقولك تعرف لهوية ازاي ان انت لما تدخل مكان الناس تعرفك كنا لما نيجي نزور حضرة النبي كل الناس يقولوا دولا مصريين عارفين ليه؟ لان السلطات كانت لما تدخل على حضرة النبي كانت تزغرت عارف ليه؟ لان هم شايفين حضرة النبي فرح فكان التدين عندنا مرتبط بالفرح نفرح بالمواسم فيه واحد قال لنا ايه دا الدين عندكم زيطة كده ليه؟ الدين مش عندنا زيطة الدين عندنا فرح هي دي هويتنا الدين كان عندنا بسيط الحاجة سويرة كانت بيبقى ليها معنى الطبق اللي فيه اكل اللي بيدور علينا كلنا كان هو دا احد معاني الحب واحد دولي الحب اللي بتوسع القلوب وتجمع القلوب كلها على طبق واحد بتختلف ألوانه زي ما احنا بنجتمع على وطن واحد وين اختلفنا مع بعض على فكرة الهوية ما بتمنعش ان الناس تتنوع بل هي اللي بتحفظ تنوع الناس لان مع ما تنوعنا بنجتمع على الهوية بتاعتنا طب نعمل ايه عشان نحافظ على هويتنا؟ اول حاجة نعلم اولادنا هويتنا واول ما نعلمهم نعلمهم اول ركن من اركان الهوية ان احنا عبيد لله عبيد للرب بيحبهم وان احنا اتخلقنا عشان نعبده ونعمر ونزكي ونربيهم على حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه في الحياة اول حاجة في هويتنا عبيد بيحب الله ويحب الرسول ويحب الحياة اول الله ويحب الحياة ده جزء من هويتنا لازم نعلم اولادنا ده وبنحقق ده بايه؟ بالعبادة وبدايقك لعمل عبادة طب العمل عبادة ربنا بالفرح العبادة اللي انت ما تعرفوه شانكة دي ليه بنعبد الله بالفرح يا ربنا اللي امرنا كده قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخيرهم مما يجمعهم احنا بنعمل ربنا بالفرح بالتفاؤل لكن اللي انت ربيت الناس عليه من انه انت زي بتفرحوا زي بتفرحوا وعندكم الاخرى مرة واحدة زي الشخص الدور الرجل الشخص اللي كان طالع الكئيب ده ونفرح ليه لما كلنا هنروح للتراب حسبه الله ونعمل وكير ربنا يقول لنا يفرحوا لان انتوا في نعمة وانت عايز تغمنا لا يا سيدي مش هنعمل كده هويتنا ان احنا بنحب ربنا وهويتنا ان احنا بنحب الحياة لحب ربنا لنا وهويتنا ان احنا نفضل نحب ربنا يبقى اول حاجة لازم احنا عبيد وعبيد ماذا عبيد ربنا بيحبنا وخلينا قريبين منه فعنعيش نعبده ونعمر وايه وكمان نزكي انفسنا واحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة احنا بنهتم بتعليم اللغة العربية وببساطة وبسهولة مش هنعقدهم ومين قال ان احنا لازم نعلمه النحوة علموهم مفردات يا اولاد علموهم التعبيرات الجميلة علموهم انهم يعبروا ببساطة عن لغتهم وبلاش حكاية التقاعر اللي بتخلي الناس تبعد من اللغة العربية لكن فيه عبارات لطيفة كل اللي انتوا سمعتوه من الشعر ده وكل اللي انتوا سمعتوه من الغنى فعجب الناس وبتدوا يعملوه كله جاي من اللغة العربية انتوا لغاية دلوقتي حتى في اغانيكم حتى في الراب حتى في الاغاني اللي انتوا بتغنوها إن ألات في التعبيرات ديته وجمال التعبيرات اللي أنتوا بتشوفوا ده جاي من لغة العربية فتعلموا اللغة العربية اللغة العربية فيها موسيقى اللغة العربية بديعة اللغة العربية بتخلي الإنسان متزم بطبع اللغة العربية لو ما كانتش فيها كل هذه الأسرار والجمال ما كانش ربنا نزل بها القرآن فلازم نتعلم ده ولازم نتعلم أن اللغة العربية فيها مرح وممكن كمان نتعلم معها التشارك والرحلات ونعمل حاجات مزيج عشان نعلم اللغة العربية بطريقة مختلفة كمان نهتم باننا مع اولادنا نكشف ملامح هويتنا من خلال حاجات كتيرة جدا 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 زيارات بشكل دوري الاماكن اللي بتصح فيه ملوية وتفهمهم حضرتهم ماينفعش واحد يبقى مصري ومش عارف تاريخه مش عارف اجداده الفراعنة ومش عارف ثقافته ومش عارف كمان الجمال اللي عملته الحضارة الاسلامية ولا الجمال اللي كمان عملته الحضارة القبطية كل الكلام ده لازم نعرفه لازم نعرف الثقافات المختلفة احنا مصر دي عميقة مصر دي جميلة ومصر بتقدم نموذج في فهم الهوية الهوية بألوانها الجميلة الهوية بالعيش الرحيم وده لازم نعلمه لأولادنا كمان لازم نرب أولادنا على حاجة مهمة بعد كده لنرب أولادنا على ايه بعد ما ربنا أولادنا عن أنهم يستفيدوا من الثقافات الأخرى وأنهم يتبادلوا المعرفة كمان نرب أولادنا على معايير مهمة جدا نربيهم على القيم وأن القيم مركز في هويتنا وأنهم يتعرضوا لإيه للأشياء بمعايير منظور قيمية ايهوا تخلوا أولادكم ما عندهمش منظومة قيم من وقت للتاني يسألوا أولادكم انتوا ايه لأكتر حاجة بتفرحكم وبتحسسكم أن انتوا عندكم قيمة وعلمهم حتى لو كانوا بيحبوا الفلوس وبيحبوا المكسب علمهم من الفلوس والمكسب دي جاي عشان يبقى عزيز النفس جاي عشان يبقى حنين جاي عشان يبقى رحيم جاي كمان عشان يبقى بيدير المال برشادة يبقى ايه المال ده جاي عشان نكون أصحاب رجد علموا أولادكم ازاي يربطوا الحياة بالقيم مش هتخسروا حاجة لما تعملوا لأولادكم تمرين صغيرة تعلموها الرفق بالحيوان وتعلموهم كمان الرفق بالإنسان وتعلموهم ان عدم التنمر ده جاي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وجاي كمان من قوله تعالى وقولوا للناس حسنة يا رب أولادكم على القيم وخلوهم يعيشوها وعلموهم ان القيم قوة لأنها اتصال بالقوي علموهم ان القيم مدد من عند الله تخلي الإنسان لا بيخاف ولا بيهاب لكن في نفس الوقت هو حاسس بالوصل بالوهاب يا رب اجعل أيامنا وليلينا كلها بتكشف عن وصلنا بيك ونتلزز بهويتنا ان احنا عبيدك وان احنا بنعيش في حضرتك بما تحب وبأنوار القيم والأخلاق اللي وصلتنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الخلاق صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل نجوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره رجعنا لحضرتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم واللي بنخصص لها وقت في حلقتنا عشان نجاوب عليها زي ما نخصص الوقت ده عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا وشرفتنا أول سؤال عندنا بيقول أنا زوجي توفي يوم ستة رمضان الله يرحمه واجعله إن شاء الله في فسيح الجنات وفي النعيم المقيم وكان معا مبلغ دفعت منه يعني كان معا مبلغ قبل الوفاة دفعت منه زكاة رمضان وصدق على روحه والباقي بصرف منه على نفسي المبلغ ده يكون ورث على العلم أن أهل زوجي ما صرفوش علي مليم بعد وفاته وجزاكم الله خير آه لا الفلوس ده ورث بالمناسبة الفلوس اللي كانت عنده في البيت دي دي ورث موافق إن انت تتفاهي عليها زكاة الفطر عنه لكن مش موافق إن انت تتصرف في الفلوس دي الفلوس دي هتتحول إلى مراس وتتوزع على الناس كلها إلا إذا هم تنزلوا عن حقهم في هذه الفلوس كنهم ما صرفوش عليك بعد وفاة زوج حضرتك ده مش معناه إن هم كان واجب عليهم إن هم يصرفوا عليك أنت عندك أولاد وعندك فلوس وهم إذا كانوا وصل بكم الحال إن انت ما عندكمش فلوس خالص آه ساعتها بنشوف بقى اللي بيسموا بالعصبة ونشوفها يعملوا إيه بس في الحقيقة لازم نعرف إن الفلوس دي خلاص بدل الفلوس دي كانت ملك لزوجك وزوجك توفي وهو مالك لهذه الفلوس فهو بعد ذلك الفلوس انتقلت إلى ورثته بشيء اسمه إيه؟ بشيء اسمه الخلافة وهم يخلفوه في هذا المال أنت ممكن يكون أنت عندك أولاد ذكره إيه ناس وانت موجودة وما فيش أب وأم صاعتها الفلوس هتبقى عندك بس إحنا لازم بالأساس نعمل إيه؟ نشوف مين الورثة لأنه واضح إن أنت بتكلمي على أهله وكانك بتكلم عن إخواته أو شيء من هذا القبيل قادل يارث إخواته إذا كنتم إنتم موجودين فعلى ذلك اللي حاصل يبقى إحنا نشوف مين الورثة وكان لازم نوزع الفلوس دي على ورثتي السؤال الثاني بيقول يا شيخ أنا واحدة متجوزة ومعايا مشاكل أنا وزوجي يعني بنا وبنزوجها مشاكل وناس جوزي أخذوا مني وناس جوزي يعني أهل جوزي وناس جوزي أخذوا مني ابني وهو عنده شهرين وحرموني منه أمانة ادعى عليهم ربنا يخلص لي حق منهم لا حول ولا قوة إلا بالله والله أهدى نموذك يا ستي العزيزة ربنا يطيب خطرك يا رب وربنا يحنن قلبك وربنا يجبر كسرك وربنا يردرك ابنك وربنا إن شاء الله يجعلك في حماه ولا يصل إليك سوء ولا يصل إليك مدرة ولا يصل إليك أذى الناس يا رب العالمين ده اللي إن المفروض كنت تطلبيه مني إن أنا أعمله ما تطلبيهش مني إن أنا أدعى عليهم لكن يطلبي مني إن أنا أدعيلك إن ربنا يوفقك ويفتح عليك ويكرمك ويجعلك في أمانه ويجعلك في لطفه هو ده الأولى بيك إن أنت تطلبيه من الله سبحانه وتعالى أوه هتخلي الانتقام تعيش بيه أوه هتخلي الانتقام يأكل قلبك لأن الانتقام لو أكل قلبك مش هتلاقي حاجة تشوف في بيها جمال الحياة قولي لي كده هتربيه على إيه؟ هتربيه على الحقد والانتقام والغل هي دي التربية هي هو ولا أنت كده بتحكم على ابنك بالإعدام لأن أنت بتعديميه أهم حاجة في الحياة الطيبة والصفاء والجمال والمحبة للناس وأنا ما التخياري أنا ما سألتكيش أنت عملت إيه عشان ياخدوا ابنك افترضنا أنهم أخدوا ابنك وانت فيعنا المظلومة وأنا مش أصدي أي حاجة تانية غير أن أنا أقولك أنت لازم تهتم بقلبك هو يتبني قلبك انتقام وجايز أقولك حاجة مجايز ربنا عشان أنت قلبك فيه انتقام ده إيه اللي حاصل مش ميعايز يرجع لك ابنك دلوقتي غير لما هو يريد أن يعيد لك ابنك بس إيه؟ لما قلبك يبقى أنق تقيه يهدى بالك هتقول ليه ما أنا مظلومة أنا عارف اتقي دعوة المظلوم كان الكلام لمين؟ للظالم مش للمظلوم مش للمظلوم أنه يعضي يغل 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 وبعدين ييجي المظلوم يقول لي إيه؟ هو الخطاب كان للتحذير لمين؟ للظالم ما يجي ليش بقى المظلوم يقول لي أنا أعداد على الظالم وهو ما بيحصل لهش حاجة أنت ربنا سبحانه تعالى يدي لك حاجة تانية هو ربنا سبحانه تعالى للظالم خلي بالك ما لكش دعوة ما تظلمش حد عشان هو عنده دعوة طب والمظلوم دعوة عندك دعوة ادعي بي أبينا نفسك بالسعة وبالخير وبالتوفيق والسداد تخليك زكي وده وتلا يفتح عليك أبواب الجنة ويخليك سعيد لما تدعي لنفسك أن ربنا سبحانه تعالى يقربك منه عشان أنت مظلوم وربنا جبار بيجبر الخواطر سبحانه تعالى فعلى طول اعمل كده وإن شاء الله ربنا يفتح عليك اعملي كده وربنا إن شاء الله يفتح عليك ويرد لك ابنك وانت متهنية وسعيدة وفي أحسن حال السؤال اللي بعد كده بيقول سلام عليكم يا فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك هل في سنة بعد العصر؟ لا ليست هناك سنة بعد العصر السؤال اللي بعد كده بيقول أغسنة فضيلة الشيخ الحكاية بين عليها جمد قوي ربنا يرضى عنك إحدى قريباتي أصابها مس هي وأولادها وتركت المنزل ثلاثة أيام والبيت كله في عدم انتزان صراخ مستمر وبنتها الكبيرة ثابت المنزل ومش عارفين نعمل إيه اتاقوا الله في نفسكم واتاقوا الله في حياتكم من اللي انتو بتعملوه ده هيضمر الناس هيضمر ربتك وهايضمركم كلكم وأنا بقول للناس يا جماعة الخير اللي عليكم خفوا شوية علينا الكلام عن الجن والعفاريت وكده مش هينفع كده مش هينفع ان انتو تخلوا الناس كل ما يحصل حاجة غير يابية ولا ان الناس يحصل لهم اي تأثير نفسي او اي اضطراب نفسي تجو تقول لهم مس وجن وعفاريت انا بحس ان الناس اللي بتقول ان في عفاريت وجن اشد من العلماء تخصصا يا راجل انت تشوف الواحد من ده وهو داخل عليك كده بكل وسوق وكل جدية كده فلان انت معمولك عمل ايه كده يعني جبت من انا بقول لك اهو انت معمولك عمل اي واحد فينا على فكرة وشايف نفسه بيقوم بكل اللي عليه سهل جدا ان انت تعمله ايحاء ان اللي موقف له حياته حاجة خارج عنه مع اني على فكرة احنا ممكن نعيش حياتنا وما يحق اللي احنا عايزينه وما بيقاش في جن يبقى فيه قضاء ربنا هو ايه معنى الرضا معنىش تقولولي ايه معنى الرضا مش انك ترضى على خلافي على ان الله يجري عليك خلافة مرادك ده هو كده قاله كده الرضا سكون القلبي مع جريان الاقدار ده الرضا كده ان قلبك يكون ساكن والاقدار بتا بيقى اللي بيحصل وهو ده اللي خلى للصحابة كده رضي الله عنه مرادوا ايه عنه ليه هزموا في احد وايه اللي حصل وهم رضيين عن الله اتزلزلوا في الخندق وهم رضيين عن الله لدرجة ان هم يسألوا متى ناصر الله وهم رضيين عن الله فيا سادة ما ينفعش ما ينفعش ان كل واحد ما تحققلوش جواز بنته او ما تحققلوش ان هو عرف بيقوم بواجباته الزوجية او ما تحققلوش ان هو مش قادر يعيش سعيد مع زوجته اللي بدأت من الجن عارفين حضراتكم اقل حاجة بقول لكم بس عشان تنتبهوا مين قال لكم يا سادة ان انتوا لما تروحوا تتجوزوا ان انتوا بتولدوا من بطون امهاتكم عارفين يعني ايه جواز مجاهز انت روح تتجوز وانت اصلا غير مؤهل للجواز مش حضرت النبي علمنا ان احنا نتأهل للجواز ما نستطاع منكم الباقة فليتزوج فالمسألة بسيطة بناتك لو ما كان عندهم صعوبة في الناس بيجي لهم وكل ما يجي لهم حد يمشي طيب ما جايز بناتنا عندهم مخاوف فاللي بيقعد معهم بيقول انا شايف ان في حاجة غريبة قوي نفسي مش مرتاحة ليه عندهم احساس بالخوف من الجواز وعندهم كآبة وعندهم كذا ممكن ما نروح نقعد مع الناس ونخلي الناس تصراحنا ويشوفوا كده لكن معقولة كلنا كده كلنا كلنا كل الناس بتأخرين جوازهم زي الفل يعني مش محتاجين اي تديب ولا اي تغيير طيب غيروا نفسكم للأحسن ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه لو غيرتوا ايه لا يحصل ولا حاجة لكن كل ما يتحقق لوش اللي هو عايزه هو انا عايز اسألكم هو مين قال لنا ان احنا جايين الحياة عشان ربنا يحقق لنا اللي احنا عايزينه ده سؤال احنا جايين الحياة عشان نبقى عبيد لله ونعمر الكون ونزكي انفسنا ما ينفعش كده خالص ان احنا عندنا سكريبت كتبير لنه ربنا انا قاسف يعني ما هو ده اللي حصل ولو اسكريبت ده ما حصلش احنا عارفين يا رب ان انت عايز كل خير لنا بس بما ان الاسكريبت اللي احنا كتبينه ده ما حصلش يبقى فيه حد بيمنع مرادك وبيوقف الحياة هو بيوقف الحياة من وراء ربنا يعني الجن ده بيوقحه في الحياة من وراء ربنا عاوز بالله من الشيطان رجيب يا سادة نتقل له شوية في نفسنا ما في شيء الا بمقدور الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وبيده مقاليد السماوات والارض لكن انتوا تفهموني وتحاولوا تعيشوا ان الجن او العفريت او الاعمال دي بتتعمل مع اللي كلمنا عن نفسه وذاته العالية وقال لنا الله لطيف بعباده واللي قال لنا ان هو بيحفظنا فالله خير حافظه وهو ارحم الراحمين وإلا قال لنا واذا سألك عباده عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان مش هسدأكم واسدأ ربنا ارجعوا عن ده وانا بقول لكم توبوا الى الله سبحانه وتعالى وعايزين تخلاصوا من اللي انتوا فيه كتروا الذكر وغيروا بالنامج حياتكم وغيروا طريقة حياتكم وبصوا في علاقتكم مرة تانية وشوفوا انتوا بترتكبوا ايه من الاخطاء عشان يحصل ده وكتروا من الصلاة لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ده هيزول وان شاء الله سبحانه وتعالى يحقق لكم المأمول بعد الفاصل نرجع عشان نكمل إجابتنا على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة وعندي سؤال بيقول السلام عليكم ازايك يا دكتور كلم كلمنا كتير كتير قوي ده عايز كلمنا كتير عن ايه بقى عن رحمة ربنا وحبه لينا يا سلام برنامج كله برنامج بتاعي كله عن حب ربنا وعن حب ربنا لينا وعن رحمته وما ده اسمه ولا تعسره ليه كلمنا عن نعيم الجنة وحياة البرزخ ونسينا اليأس اللي تزرع في قلوبنا من قبل من قبل سيوخ الفضائيات كلمنا عن جوهر الدين الحقيقي تعبنا من الدين الظاهري والشكليات أرح أرواحنا وقلوبنا شكرا مؤقت دما الله يكرمك يعني حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده كلام الإجابة عليه هي اللي احنا نحتاج ان احنا نعيش تعالى اقول لك حاجة يا سادة احنا مصريين في معتعاملنا مع الدين الحنيف انا بقول ليه احنا مصريين ما حدش يزعل محاضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل للصحابة يقول له للهجرة لكنت امرأة من الأنصار اهو فيميز الأنصار اهو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ففي ميزات عندنا في التدين عندنا وكأنهم حققوا مراد رسول الله اول حاجة في التدين من مصر التدين من مصر بسيط حلو قوي خليكم بسطاء اول ما تلاقي واحد بيعقد اعرف ان هو بيبتعد عن الدين حضرت النبي كان بسيط وهو ده اللي كان عايز يقول للصحابة ما انا الا ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القضية ده في قريش عايز يقول له انا بسيط بلاش الطريقة اللي انتو بتعملوها دي عشان التعقيد ده يخليك تبتعد عن جوهر الدين خليك بسيط قال له ايه اذا اردت ان ترى تجليات جمال الباصط فكون بسيطا تذوق حلاوة معية من بسط لك هذا البساطة في الحياة يعني انا ربيت كده يعني انا عايز احس بالبسط خليني بسيط ده انا كنت فاهم ان انا عشان احس بالبسط الله سبحانه وتعالى انتظر قال له لا 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 ما تنتظرش خليك بسيط ترى بسط الله سبحانه وتعالى لك في الحياة يعني ايه ده الساعة يعني عتيجي لما بقى انسان بسيط والله ما رأيت مفتاح للفرج قد البساطة البساطة نفتح حياتك بالبساطة لما يديق عليك الدنيا ايه اللي حاصل كن لقمة وتزوقها اشرب حاجة واستمتع برزق ربنا فيها بص الحد قريب منك وازاي هو لسه جنبك ودوق حلاوة النظر اليه النظر لأحبابك عبادة لانها بتورثك نعمة الحمد لله خليك بسيط احنا بقى بسطاء تجد ان واحد فينا بيحس ان البسمة ولا الفرحة اللي بيدخالها على قلب حد ده من اعظم العبادات وهي من اعظم العبادات والله يبقى البساطة تاني حاجة ايه المصريين عبادتهم عبادة فرح زي ما أنا دايما بقول الفرح خليك فرحان بربنا خليك فرح خليك فرح بالله سبحانه وتعالى اوه اتصدق حد والله قاعد يقول لي الكيابة هو كان اصلا هو اعمل ايه الشخص اللي هو يأس الناس وعملهم كيابة خلالهم حياة البرزخ هي عبارة عن ايه فيلم رعب اوه والله فواحد جي زي بالظبط كان واحد جي برضو لحد من قال الله فقال له ايه قال له فهو بيقول له حرم قال له ما وردش فرح الشيخ رحض قال له كسر الخاطر اللي ورد يعني يعني ان انا اقول لك حرما تقول لي ما وردش ده انا بادعي لك بادعي لك احنا الاتنين ايه نكون في الحرم فتقول لي ما وردش قال له يعني كسر الخاطر اللي ورد اه ده هو عبقري ده جواب عبقري جواب عبقري بيقول له ايه هو كسر الخاطر للورد يعني اذا ما كناش نفرح بربنا ما نفرحش بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه اذا ما فرحناش بفضل ربنا ونعمة ربنا عايز مننا ايه انت عايزنا كلنا نعتقد ان احنا يعني نسوء الظن بالله ان احنا عنتعذب في القبور طب ومن المين اللي هيتناعم في القبور فواحد برضو من نفس الطريقة قال له يعني هو كسر الخاطر للورد فبيقول له اذا كان كل المؤمنين المحبين لله هيتعذبوا في القبر اما من اللي هيتناعم فبيقول له يعني اذا كنا كلنا هنتعذب ما تسبني يا اخي اظن بالله حسن ظن بالله ويبقى عندي امل ورجاء في الله ان انا كون من اهل نعيم القبر قال له ليه قال له ليه قال له اديني امار والله لو هو صادق يقول له امرت ان انا عندي حسن الظن بالله وامل في الله وربنا ما يخيبش مسلم لكن هو لازم ينكد عليه وما يسيبهوش غيره وهو حاسس بزنوب وبأوحاله وبكل حاجة فيحسسه ان ما فيش حاجة بينه وبالربنا الطريقة قطع انا بسميهم دولة قطع الطريق اللي بيسببه انا بسميه قاطع طريق الطريق الى الله انا دايما بقوله قطع الطريق دولة والعزب الله دولة من اهل الكبائر واشد منهم ارتكابا للكبائر الناس اللي بيقطعوا الطريق الطريق الى الله ويكونوا صدين عن سبيل الله كمان التدين عند المصرين كمان فيه طيابة عارفين الطيابة ولا ننستوها فيه كتير من الناس نسوهم الطيابة دي ما بقوش طيبين بقوا ايه لازم نقف ونقول الكلام ونكون صرحاء دي مش مصرحة دي مجرحة انت انسان جارح انت انسان فض انت انسان جاف اللسان انت انسان حد اللسان انت قلبك خشن مفوش لين انت مش سهل انت مش لين انت مش طيب يا فندا التدين عندنا كان تدين الطيبين فاحنا بنحب الطيابة والتدين عندنا تدين النور وشوفه منور وشه منور وقلبه منور ودي رابع حاجة خمس حاجة ان التدين من مصر تدين ابتكاري يبدعه يطلع عشونة رمضان يعملوا مسائل الكلاب يعملوا حاجات كتيرة جدا جدا يبدعه ايه اللي حاصل لكن جابونا بقى التوسع بمفهوم البدع اللي هي البدع يعني كل ما لم يفعله النبي حرام طب نعمل ايه في المصحف نعمل ايه في علم الفقه نعمل ايه في كل ده اهو ده اللي ديقوا به على الناس والنسوا ان البدعه لها احكام خمسة في بدعه واجبة وفي بدعه مستحبة وفي بدعه مباحة وفي بدعه مكروه وفي بدعه حرام كونك تخلي كل البدعه حرام انت كده بتغير احكام الاسلام يا سادة احنا عندنا حاجات كتيرة اللي لازم نتعلمها لازم نتعلم أن الله سبحانه وتعالى المستغني عننا ما جعلنا في الحياة إلا ليفتح علينا أبواب السعادة أنت كنت شوية احنا كنا من شوية مع رمضان وربنا قال لنا أن أول أيام في رمضان تفتح أبواب الجنة والكريم إذا وهب ما سلب أبواب الجنة مفتوحة وأبواب الكرم مفتوحة فعبودوا الله سبحانه وتعالى واطلبوا أن نكون عبيدة فضل اللهم اجعلنا عبيدة فضل وجعلنا عبيدة حب وجعلنا عبيدة هد وجعلنا عبيدة حنان وجعلنا عبيدة سكينة وجعلنا عبيدة عطف وجعلنا عبيدة كرم فإن كل ذلك هو اللائق بك يا رب العالمين فعملنا ما يليك بجودك ومحبتك ولطفك فأنت الكريم وأنت الودود وأنت الرحيم نقسم عليك برحمتك وبحبك وبلطفك أن تملأ قلوبنا بمحبتك وأن تملأ قلوبنا بالطمأنينة إلى جنابك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين واجعلنا نسير على سير حضرة النبي المصطفى الأمين فتملأ قلوبنا برحمته وتملأ قلوبنا بجماله وتملأ قلوبنا بمودته يا كريم يا ودود يا رب العالمين 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 يا رب العالمين